في بلاد الرافدين بلاد الانهار والنخيل تمر احتفالية العالم بيوم الارض الذي يصادف الثاني والعشرين من نيسان في كل عام تمر مع حقائق مفزعة يعلمها القاصي والداني اذ يستنجد العراق في غرفة الانعاش من فرط ما اكل التصحر ارضه بنسبة اربعين في المئة في اخر تصريحات رسمية شارك بها العراق في مؤتمر المناخ والمياه في نيويورك تحذيرات عجلة تدق نقوس الخطر بعد ان اعلنت وزارة الموارد المائية الحالية من ان مؤشر الجفاف بلغ 3.7 من اصل 5 درجات المؤشر الخطير يقابله نزوح الاف العوائل من مناطق كانت مصدر انتاج زراعي وحيواني لهم سيما في مناطق الجنوب المجتمع الدولي اعلن في تقارير متخصصة سابقة ما يمكن ان تأول اليه تداعيات الواقع الزراعي في العراق خطط وحلول تضعها رؤى ادارات دول كبرى كالولايات المتحدة على سبيل المثال للحصر سيما مع تغريدة نشرتها سفيرة الامريكية لدى العراق تشير فيها الى زراعة بعض الاشجار واجراء نشاطات تنظيف القمامة وبناء الحدائق وترشيد استهلاك المياه الا انها حلول ينبغي ان توضع في دائرة الاهتمام الرسمي ولكنها بحسب مواطنين لم تشفي صراخات الارض المتصحرة او الجافة في مناطق شاسعة من البلاد وسبق ان اعترفت الوزارة ان العراق فقد سبعين في المئة من خزينه المائية ما يكشف فشل السياسات الحكومية في ملف البيئة سيم التصدي لظاهرة التصحر في المحافظات الجنوبية في ظل هجرة سكان الاهوار والارياف نداءات عاجلة يطرق بها العراقيون ابواب المسؤولين بالاستجابة الفورية للارض والحيواني للانهار التي تجرعت نسبا علية من النفايات وتغولا على الثروة السمكية اودت بالعراق في قائمة الدول التي ربما ستخسر ما تبقى من ثرواتها الطبيعية اذا لم تواجه ازمتها المناخية والزراعية بحلول عملية فورية اشتركوا في القناة